للجنة الانضباط ما زالنا في الانتظار تطبيق القرارات خدوا عقوبات على رئيس نادي الزمالك وعلى رئيس نادي سموحة التمس رئيس نادي سموحة وكانت مباراة واحدة وعدت المباراة رئيس نادي الزمالك حضر مباراة الزمالك والإنتاج الحربي المادة 30 بتقول لما حد يكسر قرار لجنة الانضباط يحق للجنة الانضباط انها توقع عقوبة مضعف عليه طبقا لما يتراء لها زي ما حضركم شايفين على الشاشة في حالة عدم تنفيذ القرارات الصادرة من كافة لجان الاتحاد في الوقت المحدد لا توقع على الشخص الطبيع عقوبة المنع من اي نشاط يتعلق بكرة القدم وفقا لما تحدده اللجنة وتوقع على الانضباط عقوبة الخصم من النقاط او الهبوط الى القسم الادنى تم كسر هذه العقوبة في مباراة الزمالك والإنتاج الحربي عدى اسبوع الزمالك لعب اسوان انتهت مباراة اسوان وحتى الان مفيش اي قرار من لجنة الانضباط لو احنا سبنا الامر بالشكل ده يبقى من حق اي حد يخصق بعد كده وحتى لما توقع عليه عقوبة فكمان هقصر العقوبة لان انت ما وجدتش الرادع لفكرة العقوبة وزي ما قلنا اهم من انك تدي قرار او عقوبة انك تطبق العقوبة دي وتنفذها ولو حد قصر العقوبة دي لازم يتم تطبيق اللايحة عليه حتى الان منتظرين من لجنة الانضباط اللي توسمنا فيها الخير في القرارات اللي فاتت اللي كان فيها قرار بمعاقبة احد اطراف النادي اللي قال كابتن سلام حفيز حتى الان يا فارس مفيش اي قرار اتاخذ بحضور رئيس نادي الزمالك وراءة الزمالك احنا كان عندنا وجهة نظر مشتركة يا احمد ان احنا هنظل نتناول فكرة العقوبة في كل حلقة لان احنا شايفين ان ده شيء قد يهدد المسابقة بالكامل انت بتصدر عقوبة وغير قادر على تنفذها وبعدين احنا مش فاهمين حالة التجاهل التام واحنا بنأكد ان فكرة رئيس نادي الزمالك او اي حد مش معنيين بفكرة الكلام عن شخصه نحن نتحدث عن فكرة عقوبة صدرت من لجنة الانضباط ولم تنفذ ما ينفعش اللي حاصل في فكرة التجاهل تجاهل تفسير عدم تنفذ العقوبة احنا معرفناش حتى لو انت بترتقي فكرة ان الشخص لحيسية نيابية فحتى تحدث عنها او هي فعلا تبطل وان كان ده ملف لو عالم به الاتحاد الدولي سيكون بمثابة الكارثة للكرة المصرية وعشان كده لن يستطيع اتحاد الكرة وانا بأكد يا حمد لن يستطيع اتحاد الكرة او لجنة الانضباط ان تخرج بقرار رسمي ينص على ان العقوبة لم تنفذ لحيسية نيابية لرئيس نادي الزمالك واتحدى ان ده يحصل لان ده لو حصل بشكل رسمي قادر على ايقاف النشاط الرياضي المصري وهذه الجملة ليست على سبيل المبالغة وعشان كده انا في اعتقادي نظرية العقوبة المحطوطة في الادراج لن تؤتي سمرها لان النادي الاهلي وكافة الاندية الحريصة على تضييق اللوائح والنظم لن تصمت على هذا الامر اشتركوا في القناة